وعدة بالفردية يا دكتور محمد تعلم أن فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني وكان اسمها دولة فلسطين العملة يا دكتور محمد فلسطينية لم يكن هناك حاجة اسمها يهودية خالص عشان تعرف أن المطار كان اسمه مطار فلسطيني الدولي معاي دكتور محمد البنوك بنوك فلسطين خلت تلحبك زي لم يكن هناك أي مسمى لليهود على الإطلاق بدليل ارجع للوثائق ورجع لجوجل هتلاقي كل شيء الخريطة المعترف بقى عالميا دولة فلسطين مفيش ملي لليهود على الإطلاق طيب تعال بقى بلفرد عمل دكتور محمد في 2-11-2017 2-11-2017 وكذب السبب إيه دكتور محمد أنا عايز أولادنا يعرفوا السبب بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وهم بيقسموا الغنائم اللي خدوها من الإمبراطورية العثمانية استعجلوا جدا وقال لك وخلاص احنا اليهود أرفين الأوروبا وهم أهل الدسائس والفساد والإجرام والكلام ده كله المكر والخيانة والخداع كل هذه الممارسات نعملهم وطن قومي على طول يا دكتور محمد أرثر بولفور اللي هو وزير الخارجية البريطانية اسمه أرثر بولفور أرثر بولفور أم بشر صديقه اللي هو قائد اليهود في بريطانيا هو بقوله أحد قائد لا كان قائد لأنه كان يمتلك كمبراطورية اقتصادية في بريطانيا واسمه أهل الدكتور محمد البارون روتشيك البارون روتشيك وأم بعت له الوعد ده نوعدكم تماما بإقامة وطن قومي في فلسطين وحتى كمان قبل منها كمان كانت الفكرة على الأرجنتين يعني يعني فكرة أرجنتين وفلسطين نعم كان فيه ثلاث أماكن نعم المهم قال له إحنا بنوعدكم بوطن قومي في فلسطين وهنمكن لكم في الكلام ده يا دكتور محمد قبل التمكين والاحتلال وقبل التأسيم ب31 سنة إذن العمل تم وفق خدط مدروسة طويلة الأمد ولذلك قيل على وعد بولفور أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وعدا لمن لا يستحق معايا دكتور محمد تعالى بقى للتقسيم بقى تقسيم فلسطين تم إزاي عشان تعرف أن العرب دول في غيبوبة العرب في غيبوبة يا دكتور محمد جي بقى خرق قرار من الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة يا دكتور محمد نفسي التاريخ في شهر 11 29-11-47 دي كانت في شهر 11 قولي في شهر 11 29-11-1947 يقضي بإيه يا دكتور محمد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يعني إيه أنا عايز ناسي تفهم الحيطة دي بإقامة وطن قومي يعني معناها إن اليهود ما هماش موجودون بقى فلسطين هم المغم من الشتات نحطهم في فلسطين نعملهم وطن في فلسطين إذن الأرض ده أرض يا دكتور محمد فلسطين الدولة اسمها دولة إيه فلسطين أنا عايز الناس تعرف وأبنائنا والأجيال تعرف عشان الناس للأسف المتربع الوقت في منصات التواصل وعلى القنوات الفضائية هم الطابور الخامس اللي بيزئي في التالي أو بقولك الإسرائيليين يقعدوا فين ما يمشى يقعدوا فين موالزك يرجعوا من حيثوا قتوا يعني أنت عندك ربع عدد سكان فلسطين من روسيا يرجع روسيا روسيا الوقت بتعاني يا دكتور محمد قلة عدد سكان دي سبب تعلم أن مساحة روسيا أكبر مساحة في العالم وروسيا كانت معترام اتحاد وكان عدد سكانة زاد عن 350 مليون الوقت عدد سكان روسيا 147 مليون ونصف فقط ولذلك قرى كاملة وانا شفت فيلم وثائقي على الجزيرة قرى كاملة ممكن يبقى سكن في واحدة ستة بس كهلة وكيد إلى آخر هذه الأمور فهم عايزين عايزين فالأرض تتسع لهم في روسيا تعال للبقية البقية من أمريكا ومن الاتحاد أوروبي لما البيضة العنصريين يرجعهم حيث قاتوا يا دكتور محمد بلال مبتوع الهجرة بروحهم وما يرجعوا بلدهم أولى ثم البقية البقية يهود الفلاشة هم نفسهم الوقت بيعانوا عنصرية ليس لها مثيل بل اليهود بيعانونهم درجة تلتة ومشكلة بس وبالتأموم الوقت إنه ما عندهمش وثائق ونما كذبين وما همش يهود على الإطلاق ثم القلة اللي يا من المنطقة العربية سواء يهود المغرب أو يهود اليمن أو يهود العراق أو ما شابه ذلك يرجعوا بلدهم يا دكتور محمد ويتركوا الأرض لأهلها ده الإجابة على السؤال بتاعك لكن المهم قسمت فلسطين قسمتها يا دكتور محمد ثلاث أقسام تمام ثلاث هذا هو تقسيم الأول اتقى دولة إسرائيلية ودي مساحتها أكبر من مساحت الدولة العربية بقليل خلي بالك مني اتنين دولة عربية دي لفلسطين التالتة بقى منطقة تحت الوصاية الدولية تحت الوصاية اللي هي يا دكتور محمد القدس وبيت لحم تمام القدس يعني دولة إسرائيل هي المقدسات عند المسلمين والمسلمين دولة إسرائيل هي الأكبر ثم دولة فلسطين يليها دولة فلسطين أقل ثم المنطقة التي تخضع للوصاية الدولية وفي نفس الوقت تدار من حيث الإجرام اليهود هو اليقود خلت ألحظاك إزاي هو المؤتمن عليها يعني معنا خليها تحت إيدي ذئب أنا عايز برجع الأجيال اللي يجد عندي هفوة أو ظرة تاريخية أو خطأ يبعثه لنا وإحنا نشيله على المغنى المشكلة أن في هذه الأوقات كان هناك عرب كان هناك إيه؟ عرب يا دكتور محمد الأصل أن الأرض عربية فلسطينية لكن أم جمعين دول من الشتات لا تحدث العرب في الداخل الفلسطيني ولكن عرب كوطن عربي معلوم شوف ما نقول لك جابوا الناس دول من الشتات من أوروبا يا دكتور محمد ومن أمريكا ومن روسيا شوف إلا حصل أول دولة اعترفت له بتشكس له فاكية بعد أنه روسيا وبعد أنه روسيا تبنتهم بكل قوة يعني شوف روسيا الوقت اللي بيحصل في أوكرانيا معها والكلام ده كله ورغم ذلك مش قادرة تديني اليهود عشان الجالية أكبر جالية موجودة في اليهود هي بتاعتهم خلاصة يا عم الدكتور محمد الكريملين كان له تصريح منذ ساعة تقريبا يتحدث عن احتمالية دخول طرف ثالث في المعادلة إذا ما تفاقم الوضع في غزة أكثر من ذلك ده كلام فيه تعريض وغير واضح وغير صريح وكريم لأن عمره ما يقدر يدخل عطلق لأنه عايش مغروس في أوكرانيا يا دكتور محمد ليه؟ لأن الأمريكيين عملوا معه اللي عملوا مع صدام حسين اللي هو الاستجرار ثم الاستنزاف بعد كده وبيضحوا بالأوكرانيين موتوا أوكرانيين بس أهم حاجة أول ذلك بادي نقول لك إيه؟ الفلوس اللي بندفعها دي لأوكرانيا والأسلحة استثمار أمريكي اسمه استثمار أمريكي بنحافظ على صحتنا على قوتنا على جنودنا على كات وبنهد في روسيا خدتها لحظة جزيزي رغم أن بوتن كان هو طلب وطلب واحد فقط طلب من الناتو لمدة عام كامل ادوني وراء الضبن بس إنكم ما تعملوش أي قاعة ده للناتو في أوكرانيا ليه؟ لأنكم حصرتونا من ثلاث جوانب وسوارقكم تصل إلى محترامي إلى الكريملين في خمس دقائق فقط عشان نحسنوا بش هتقسموا دولتنا رافضوا تماما يعني معناها إنية هي للاكروسية نعود إلى مرضانيا للاكروسية ضعيفة المهم خلاصة يا دكتور محمد آجل هي ما بعد التقسيم يا عم الدكتور محمد بعد هذا التقسيم انت عارف انت مجمع منشتات العرب عشان غير منظمين بعد التقسيم التقسيم تم في ايه؟ في نهاية 47 أنا قلتاك في نهاية كم؟ سبعة واربين سبعة واربين سبعة واربين سبعة واربين تسعة وعشر حدوشر سبعة واربين في تمامية واربعين الدول العربية قالك لأ العصابات اللي جدي إن حاربها العصابات دي كانت مضربة يا دكتور محمد ومهيئينهم من زمان مضربينهم على الأسلحة القوية جدا والنضغة جدا واللكيت في هذا الوقت كان العربي يتعملون يعني ما فيش يا عم الدكتور محمد ده شوية ناس كانوا مسكين الحكمة في المناطق العربية مع احترامي ديكتاتوريين ما يسمعوش عن أي ديمقراطية ما يسمعوش عن أي حرية وفي نفس الوقت فسدين فسدين ممكن أقول إلا مرح مرحبين وجد المهم يا دكتور محمد شوف اللي حصل قالوا لحرب العصابات اليهودية اللي جاد دي لما جوم يحرب العصابات الدولية اوعد فكر ان العصابات اللي جات من أوروبا وأمريكا وتشكولس وتشكولس والفاكية والروسيا هي اللي احتلت خمس دول عربية وهزمت سبع دول عربية لا ده كان ده دكتور محمد القوات الفرنسية والقوات البريطانية والقوات الأمريكية بتضرب مع دول بتضرب مع دول زي النهار ده والمستشاري بتاعهم معامل التاريخ يتكرر تخيل النهار ده شعب أعزل شعب أعزل 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 بيبد من خمسة وسبعين سنة وله حق الدفاع عن نفس من قوله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر قدير والمفترض كان فيه دعم عربي المهم لما دول بيعملوا الوقت أمريكا تحرك الأسطول مش كده بس سيدة محمد حاملة الطائرات فورج تتحرك وتبعت لغاية الآن ثلاث شحنات أسلحة وتقولوا ما تنفخوش من مخزون للستراتيجي بتاعكم من الأسلحة شي لا إحنا نجيب لكم أسلحة تبيت لا أولاء جميعا ولا دولة عربية قدرة تاخد موقف على الإطلاق بسبب التبعية والذل والضعف ولا حول أولا قوات إلا بالله خلاصت يا عم الدكتور محمد في سنة 48 إنت داخل لا نظام ولا ترتيب ولا إعداد وكل دولة هتبعته كم كتاب أنا بعت كذا كتاب طيب يلا ولا في تنصيق ولا في استراتيجية على الإطلاق الزحفو يا دكتور محمد الزحفو قدت ألاحظك إزاي وبالحكس قلت لك هزمنا المنطقة العربية كت وكت وكت طيب في 67 حتى لما جيه يقولك إننا نعمل وكت وكت كانت غبه محترامي عن ترية غير مخطط لها على الإطلاق ولذلك زحفو الجنود المصريني وكانوا باستخسروا يدوم الطلاقات ويخلوا الدبابة هي اللي تمشي على الدولة عشان يقتلوهم وفي نفس الوقت يقولك ما ينفقش أي شيء على الجنود ودي قتل الأسرة مرفوض ومخلف القانون الدولي لكن إسرائيل فوق القانون الدولي ولذلك أعانى الله مصر ونصر مصر في 73 نصر المؤذرة خلاص طوى دكتور محمد اللي عايز أقوله للأجيال وللناس قاطبة يا جماعة بالله عليكم قارنوا أنت الوقت فيه فيه حاجة اسمها أمم المتحدة وفيه مجلس أمم طيب وأنا عندي حاجة اسمها قانون دولي دولة محتلة من أكثر من 75 سنة دولة بتوباد يباد أبناؤها اللي أمم في ربيع أعمارهم دولة يكفي يكفي إن الاتحال الأوروبي صنى في المستوطن على أنهم إرهابيين تمام وأمريكا سنفت على أنهم إرهابيين نعم وفي نفس الوقت ما احترام 75 سنة والوقت يقول لك تحت رعاية أمريكا إزاي بقى تحت رعاية أمريكا صلح أي تصالح وأي مفاوضات تحت رعاية أمريكا أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا ولذلك أمريكا تغض الطرف يا دكتور محمد ويحصل يحصل كل شوية تجريف وابناء مستوطنات وأمريكا نجك ونستنكر إحنا لا نحفز قبرا إحنا قلقين من بناء المستوطنات يلا ابني 7000 يلا 40 ألف أهم حاجة يا عباس وعتزعل خلينا برضو في السلام أصلي ما فيش موضوع هتحلق إلا بالسلام واشتغل يا جرعان